السلام عليكم ورحمة الله يارب تكون دايما بخير بصب تقدم لك في الفيديو ده طريقة اعادة ضبط المصنع من الريكوفري للهاتف سامسونج جالكسي S20 FE 5G موديل G781B اصدار الحماية الرابع اصدار الاندرويد 11 قبل ما نتكلم في موضوع الفيديو ياريت لو تبص بص على وصف الفيديو ممكن تلاقي تحديثات او فيديوهات جديدة خاصة بالجهاز لان كل يوم فيه جديد ندخل على طريقة الضبط من الريكوفري ومش بنستخدمها الا في حالة عدم معرفتك لنمط او كلمة مرور الجهاز لو عارف النمط او كلمة السر بننصحك تعمل اعادة ضبط المصنع من الارددات وهتلاقي فيديو للطريقة في وصف الفيديو للأسف اعادة ضبط المصنع من الريكوفري هتحذف كل بياناتك الشخصية زي السور والفيديو وغيرها وكمان بتقع في الجهاز على حساب جوجل وهتلاقي فيديو في وصف الفيديو ده لطريقة تخط حساب جوجل لنفس الجهاز في البداية بنعمل للجهاز اقاف التشغيل ولكن عند الضغط على زر الباور مع زر خفض الصوت ضغطة متولة واختيار اقاف التشغيل الجهاز هيطلب منك رسم النمط او كتابة كلمة مرور الشاشة دلوقتي نعمل اقاف تشغيل اجباري للجهاز وصل الجهاز بكابل يو اس بي داعم لنقل البيانات والطرف التاني من الكابل في الكمبيوتر او اللابتوب ويفضل لو الكابل الاصلي لو متاح اضغط على زر الباور وزر خفض الصوت لاثنين مع بعض ضغطة مطولة مع مراعاة عدم اغلاق الشاشة او عمل سليب للجهاز اول ما الجهاز يقفل هترفع ايدك من على زر خفض الصوت وتضغط على زر رفع الصوت مع الاستمرار بالضغط على زر الباور ومجرد ظهور شعار سامسونج ارفع ايدك من على زر الباور مع الاستمرار بالضغط على زر رفع الصوت الجهاز يدخل معاك مباشرة على صفحة الريكوفري مود الرأسية اللي قدامنا في الفيديو صفحة الريكوفري تقدر تعرف منها بيانات الهاتف وتقدر من خلالها تعمل بعض العمليات اللي منها اعادة الضبط عن طريق زر خفض الصوت انزل على اختيار واب داتا فيكتوري ريسيت اضغط على زر الباور للاختيار انزل للاختيار الاخير بزر خفض الصوت اضغط على زر الباور الجهاز هيعمل اعادة الضبط ورجعنا مرة تانية لصفحة الريكوفر الرأسية اختر اول اختيار عن طريق الضغط على زر الباور الجهاز هيعمل اعادة تشغيل وفي الغالب هيفضل متوقف على شعار سامسونج لمدة 5 دقيقة تقريبا اشتركوا في القناة بعد اعادة تشغيل الجهاز اضغط على start اختر اللغة اضغط على التالي التالي حدد مربع لقات قرأة كل ما ورد علىه واضغط على التالي تخطي عدم النسخ التالية قبول تخطي تخطي على اية حال انهاء تم عمل اعادة ضبط المصنع من داخل الريكوفر للجهاز من اجاح يارب الفيديو يكون عجبك واكوني قدر تقدم حاجة مفيدة اتمنى لك دوام الصحة والعافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة